اعطاتهم انت وقالولك لا ولا يبناخده من ايران انت تتحارف فيه محرف مليهود دول الطوق هذو دول يعني الان الامارات على الكلام المسموع انه تضرب علان انه هم مش مدرقين في الكلام هذا تضرب بالطيران اه تبينينين نصيب ايران اللي تمد فيها بسلاح معا خلافي معاها ونجي نشكر كنت اللي اللي تضرب فيها بالطيران ما لكم كيف تحكمون يعني انت سكر عليها كل المنافذ وما تعطيهاش حتى جغبة مية وقول اخوان وقول مش عارف شني وبعدين لما تاخد من ايران وقعد عيط تتاخد حتى من يهود نفسه اذا كان فيه يهود تانين ضد الصهيونية وبيعطوها ياخدوا منها لو بتعطيهم روسيا تاخد من روسيا وهذا مش كلاميني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخذ ادرعا من صفوان ابن امية وهو مشرك يومئذ والحديث ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر احنا على خلاف مع ايران وكرهي لايران ولحزب الله اكثر من كرهكم انتم ليهم لكن انت تذكر عليه شيشما من كل تركينا ولما يأخذ جغمة من ايران تنوذ تعيد تعيد زي ما تبي فالتذرع بهذا الامر ان مع ايران وان اللي قاتلوا شيعة طبعا اللي قاتلوا مش شيعة هذا كذب على الاقل الحماس كلهم اهل سنة وجماعة صوفية صوفية فيهم صوفي فيهم سلفي زي نزار ريان ورحمة الله عليه وغيره اذا هم اهل سنة وجماعة لكن انت تذكر عليهم وبعد ذلك تقعد تعيط لما ياخدوا من برها ما هو الان واحدة من الاثنين يأخذ من ايران باش يحرر بلاده يقعد تحت رحمة ليهود شرايك تراب الله انت اقول لي شرايك وفعلوها قبلهم المجاهدون الافغان اخذوا من امريكيا لاخراج روسيا من اراضيهم ولما جد ضدهم امريكيا والناتو اني متأكد وان كان ما فيش حاجة في العلن اني متأكد ان روسيا امدتهم بالسلاح لاخراجهم والان الحمد لله الاسلام غالب في افغانستان بعد قتل وبعد اثنين وخمسين الف شهيد غير في الحرب الاخيرة فهذا تمحيص يحتاج الى رجال ما يحتاجش اللي يراقد ويخذل ويقعد يتمنطق علي بدينه وكذا هو في الحقيقة ابعد ما يكون عن الدين اشتركوا في القناة